ونبقى في جانب النهود العمراني التواصل جامعة تكريت تشاطاتها لمواكبة مختلف التطورات العالمية وعلى جميع الأصعيدة حيث عقدت بحضور خبراء جانب ندوة علمية بمشاركة كلية الهندسة بالجامعة لبحث إمكانية تطبيق نظام بنائي حديث وعصرانة الأبنية مواكبة لتطور التصاميم والفرور العمرانية ونقل تجارب دول نجحت في بناء مدن ذكية مستدامة صديقة للبيئة والمتغيرات ومقاومة لظواهر الطبيعية قادر الإمكان للتفاصيل تابع تقرير زميل وليد علاء الأبنية الحضارية والعصرية الحديثة وجهة الدول المتقدمة ومنها دول عربية كالإمارات مباني بمواصفات تخفض الطلب على استهلاك الطاقة وتصافح البيئة جامعة تكريت ناقشت ندوة علمية بمشاركة وتنظيم كلية الهندسة واستضافت خبراء وباحثين لدراسة وتقييم التقدم المعماري الكبير في دول عدة وأهلية العراق للمضي بهذا المجال خدمة للمصلحة العامة وتماشيا مع التحديث البنائي المتواصل تقيم جامعة تكريت هذا اليوم ندوة علمية مهمة تتعلق بالمدن المستدامة والمدن الخضراء وتستضيف أحد أعلام الاختصاص في مجال الهندسة المعمارية واستخدام الطاقة النظيفة في الأبنية الأستاذ الدكتور عوني كامل شعبان هو أحد أعلام جامعة تكريت وهو مؤسس هذه الجامعة وبين هذه المحافظة استضافت هذا اليوم شعورا منها بالمسؤولية تجاه البلد كيف نستثمر مثل هذه الطاقات وتجربته في مجال المدن الذكية لغرض إيصال صوت الجامعة للجهات التنفيذية عسى أن تتخذ قرار يحافظ على البيئة طلبة كلية الهندسة عبروا عن شيء من إبداعاتهم بابتكار مشروعات حديثة على شكل نماذج مصغرة من بناء تحتية وفوقية قالوا أنها ذاتية الاكتفاء من الطاقة المستهلكة إذ تعتمد هذه المشاريع على الطاقة النظيفة المنبعثة من الشمس في تشغيل الخدمات كالمصاعد الكهربائية وأجهزة متعددة نحب أن نشكر عمادة كلية الهندسة التي عملت على تطوير بعض المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية فعدنا بعض المشاريع هنا من أعداد بعض الطلبة من مادة السيطرة بإشراف الدكتور خلف سلوم المشروع الأول هو مشروع الريذكي الذي يعتمد على الطاقة الشمسية المشروع الثاني عدنا مشروع جسر المشات أيضا يعتمد على الطاقة الشمسية المشروع اللي بعده هو مشروع السيارة تعمل على عادة شحن بطارياتها عن طريق الطاقة الشمسية المشروع الرابع هو مشروع هوم سوكوريتي اللي هو منزل يعمل على الطاقة الشمسية لحماية من السرقة والمشروع اللي بعده هو طيارة درون فهذا يعني شوية مو عن طريق الخلايا الشمسية أما المشروع الأخير هو مشروع المصعد الكهربائي أيضا يعتمد عن طريق الخلايا الشمسية الاستدامة في الأبنية الخضراء تعريف واسع جدا ولكن في مختصر الكلمات نقول أن الاستدامة تعني توفير السكن البيئي الصحيح باستغلال الظروف الخارجية للمبنى وهي الهواء أشعة الشمس وحركة المياه كيف نستفاد من هذه الظواهر الثلاثة لتوفير بيئة سكنية عالية الجودة بالإضافة إلى دراسة المؤثرات الخارجية التي تحيط بالمبنى وهي عديدة منها الفضاء الهندسي ذات الوظائف المتعددة والملاقف الخارجية التي توفر لنا حركة رياح تؤدي إلى تخفض درجة الحرارة إضافة إلى الملاقف الداخلية التي تسحب الهواء البارد من الطبقات العليا ذات الرياح الباردة الندوة استغرقت نحو ثلاث ساعات من البحوث العلمية والفنية والهندسية جرى فيها بحث عديد الخيارات المنفذة في دول عديدة وعرض كافة المعلومات المطلوبة وفي النهاية مخرجات الندوة بما فيها من مشورات قيمة سترسل إلى المعنيين في حكومة صلاح الدين للاستفادة من هكذا دراسات بغية الاعتماد عليها في بناء المشاريع والمنشآت المدنية والحكومية من جامعة تكريت وليد علاء صلاح الدين